في المعارك في الجنوب اللبناني يبدو أن الأحداث الصعبة التي يتعرض لها جنود جيش الاحتلال وضباطه تزداد تدريجيا مع ازدياد المعارك والاشتباكات من المسافات الصفرية الأرقام الأخيرة التي علين عنها أو سمح بنشرها بحسب المصطلح الإسرائيلي تشير إلى مقتل عشرة جنود منهم ضباط وإصابة نحو ثلاثين منهم من حالته خطرة خلال 24 ساعة فقط في المعارك مع حزب الله في التفاصيل جيش الاحتلال يقول اليوم الجمعين ضابطين وثلاثة جنود من الكتيبة تسعة وثمانين في لواء المدرعات قتلوا خلال المعارك في جنوب اللبنان أفادت سائل الإعلام عبرية بإصابة 24 جنديا جراح أربعة منهم خطرة في الواقع نفسها إثر استهدافهم بقاذفة هاون كذلك علين عن إصابة جندي احتياط من الكتيبة 221 في لواء كرميلي بجراح خطرة في واقعات أخرى كل هذا أتى بعد إعلان جيش الاحتلال مقسل خمسة جنود آخرين وإصابة ستة بجروح خطرة في المعارك الجارية بالجنوب اللبناني وبحسب البيان فإن اثنين من الجنود القتلة في هذه الواقع هما قائدة سريتين التحقيقات الأولية شرحت كيف تمت العملية الأخيرة كيف تمت إذا مع وصول قوة عملياتية لوجستية مع قافلة إلى قوة لوائية لتسلم الإمدادات والمعدات تم إطلاق القذائف الصاروخية تجاههم عندما كان عدد كبير من الجنود يقفون بالقرب من مبنى بعد انتهاء مهمة الإمدادات جيش الاحتلال يحقق الآن في كيفية قوة الحادثة على شكل أوسع باعتبار أن قواته العاملة على الأرض في لبنان مدعومة بأنظمة إنضار إضافة إلى تنبيهات استخباراتية تطلق قبل إطلاق النار في اتجاهها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاول كبير هنا هشام صباغ يقول الإعلام العبري يقول إن مقتل خمسة جنود يوميا في معارك الشمال مكلف جدا خلال شهر واحد بحسب هذه الإحصائية التي يقولها سوف يقتل مئة وخمسون إلى مئتي جندي طبعا وهذا بالنسبة له يقول عدد غير مسبوك في كل الحروب التي خادتها إسرائيل أو رأس هنا يكتب أثبت حزب الله أنه يمتلك قدراتها إلى القتال البري تشير المعطيات الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي المقتل 32 جنديا منذ بدء التواغل البري في لبنان في 30 سبتمبر الماضي مواد